من قناة الجديد مساء الخير في عنوين هذه النشرة وزراء الخارجية العرب دانوا الاستفزازات الإيرانية وتدخل حزب الله في البحرين من حل المواقف بتاعت الدول كان هناك دعم كامل لموقف المملكة العربية السعودية وبسيل يعترض اللي ذكر حزب الله اللبناني وربطوا بأعمال إرهابية طلبنا إزالته ولذلك اعترضنا على البيان شهادات من داخل مضايا المعلومات تقبض على العقل المدبر لتفجيري البرش فرع المعلومات في خدمة المفتي سوسان نحن إذا بدك تعتبره نعتبره مختطف عن جهاز المعلومات هل تسير الانتخابات النيابية على خطة بلدية؟ خليها تكون الانتخابات البلدية ما تخلى انتخابات نيابية فورية وفي النشرة كفرذبيان تفتتح موسم التسلج وراح تأجر هاك وأجر هاك ومن ساعة تحلفت تفاصيل هذه العنوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل موسيقى 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 الموسيقى Tanner موسيقى الإجماع العربية اليوم ووحيدا وقف يسجل اعتراضا على بيان كان سيدين حزب الله بالإرهاب يدرك وزير الخارجية أنه يقول كلامه هذا في بحر تكتلات عربية ضاغطة وأن أي موقف سيبديه قد يكلفنا تزديدة عربية لا تحمد عقباها لكنه فعل وعترض وطلب حف العبارات ولاقى تفهما على ما أقدم عليه لا بل واجه العرب قائلا في حضراتهم أنكم تطالبون باحترام سيادة الدول فيما أن أي دولة منكم لا تحترم هذا القرار وكلكم يتدخل دبلوماسية القرار المعترض أصبحت من العملة النادرة على زمن تقرر فيه الجامعة العربية فتح أبوابها غب الطلب قضايا ينظر بها على وجه السرعة ودول تدمر بهدوء نبيل وصمت عربي سبق وغفل عن ضياع فلسطين من هنا يصبح جبران باسيل بطلا بين مجموعة ترفع اليد وأشياء أخرى حتى العراقي الذي اعترض في الغرف الداخلية سارع إلى التأييد والالتحاق بالإجماع العربي هذا الإجماع توصل إلى دعم السعودية وإدانة إيران ومع تأكيد لبنان على تضامنه مع السعودية حيال رفض التعرض للسفارات والأبعثات الدبلوماسية فإن باسيل أعلن النأي بالنفس في القضايا الأخرى والاشتباك الإيراني السعودي حيث امتنع عن التصويت من دون تعطيل الإجماع العربي ولإيران موقفها من اجتماع القاهرة أبلغته اليوم إلى المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا وأعلن وزير خارجيتها محمد جواد ضريف أن تهران لن تسمح للرياض بعرقلة جهود السلام المتعلقة بسوريا واصفا سياسة المملكة بأنها مثيرة للتوتر في المنطقة على جبهة التوتر اللبناني فإن الحوار بفرعه الصباحي والمسائي غدا من شأنه لم الشمل وإن على طريقة التكاذب فالمتحاورون على اختلاف تنوعهم كانوا على جبهات المحاور السياسية وأطلقوا ذخيرة من الرصاص السياسي الحي التي كانت تكفي لدفن الحوار بما حمل لكنهم يناورون على اللبنانيين باجتماعاتهم غدا كما ناوروا بخلافاتهم بالأمس والحرب بالمناورات مستمرة لكن أبلغها تلك التي يتربع عليها الدكتور سمير جعجع في ورقة ترشيح العماد ميشيل عون وقالت مصادر القوات إن الطرحة جدي إنما سيحتاج إلى بعض الوقت لبلولة إخراجه قبل إعلانه على أن يكون مسبوقا بسحب ترشيح جعجع وإلى أن يقبض على قرار أبو طلحة السياسي في معراب فإن الإنجازات الأمنية ما تزال أصدق إنباء من الاستعراض الرئاسي وأبرز ما سجل في الساعات الماضية تمثل في وضع أبو طلحة الإرهابي أحد عناصر خلية تفجيري برج البراجنة في قبضة فرع المعلومات وهو إنجاز جديد يسجل للفرع إذن اجتماع لوزراء الخارجي العرب في القاهرة بناء على دعوة السعودية لإدانة طهران تقرير للزميل مالك الشريف من القاهرة كنتم خير أمة أخرجت للناس وإن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم عبارتان تختصران القاعة العامة لجامعة الدول العربية التي احتضنت اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزري والذي انعقد بطلب من المملكة العربية السعودية لزمن مضى كان هذا الكرسي الفارغ محور الحدث هنا في القاعة مقعد سوريا فارغ وغائب عن المداولات أيضا بيان مجلس التعاون الخالجي قبل ساعات من الاجتماع الوزاري العربي حسم الكثير من المواقف بقيت الأنظار متجهة إلى لبنان والعراق والجزائر دولة الجزائر حسمت بدورها تمثيلها بمدوبها الدائم في المنظمة العربية وليس بوزير خارجيتها وفي الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس الجلسة وزير خارجية الإمارات والدعي للجلسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي حددت معالم العلاقة المقبلة مع إيران نرفض رفضا قاطعا سياسة إيران في التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية ليس لدي أدنى شك في اطلاع مجلسنا بمسؤوليته والتعامل مع هذه التدخلات وفق ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية وما نصت عليه قراراتها انتهى المعلن وبدأت الجلسات المغلقة للوصول إلى بيان ختمي استغرق تحضيره ساعة قبل الجلسة المعلنة وساعات من النقاش السري حقيقة كانت تراكمات عديدة ولسنوات طويلة من بدء الثورة الإيرانية وهناك دائما منغصات في هذه العلاقة كل الدول العربية وافقت على البيان عدا لبنان رفضت أو اعترضت على البيان أما فيما يتعلق بالقرار لبنان امتنعت عن القرار وكان هناك موافقة كافة الدول العربية على مشروع القرار إذا أرادت إيران أن يكون لها دور إيجابي في المنطقة فيجب عليها أن تتعامل مع جيرانها على مبادئ حسن الجوار عدم التدخل في شؤون الآخرين وإذا استمرت على نهجة هذا العدواني الطائفي الداعم للإرهاب والعنف فستواجه معارضة من الدول العربية كان هناك دعم كامل لموقف المنطقة العربية السعودية حتى يعني حسب حل نفسي أن أقول حتى العراق كان عندهم ملحظات لكن أي كان فيه أي مشكلة لبنان كان فيه مشكلة فعلا لأن فيه في ذكر كلمة حزب الله حزب الله في الحكومة اللبنية فكان فيه حرق على لبنان لكن الدعم كان كامل كما هو متوقع حسم العرب موقفهم في بيانهم الختمي قالوا كلمتهم ومشوا من مقر الجماعة العربية في القاهرة مالك شريف قناة الجديد أعلن وزير الخارجية جبران باسيل خلال إلقائه كلمة لبنان في الاجتماع الوزاري العربي أن مشاركة لبنان في القمة هي تعبير عن التضامن مع السعودية جراء الاعتداءات التي تعرضت لها بعثتها الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية موضحا أن لبنان في الوقت ذاته لا يتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة للبنان نصيبه في بيان وزراء الخارجية العرب بعد اجتماعهم الاستثنائي البيان تضمن إدانة لتدخل حزب الله اللبناني في الشؤون البحرينية بندن سعى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل جاهدا لحذفه باسيل كان قد جدد في كلمته في الجلسة المغلقة موقف لبنان الداعم للحوار وللتقارب بين المتخاصمين مع تسجيل الاعتراض على مبدأ التدخل في شؤون الدول أيا كانت في المحصلة صدر البيان بإدانة لحزب الله فاعترض باسيل أما القرار الذي لم يتضمن أي ذكر للحزب فكان موقف لبنان النأي بالنفس اليوم قتينا إلى الكاهرة إلى جامعة الدول العربية اللي كانت تضامن مع المملكة العربية السعودية ضد الاعتداء اللي حصل لبعثات الدبلوماسية والأنصلية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا التزاما من لبنان باتفاقات الدولية ورفض انتهاك حرمة أي سفارة أو بعثة دبلوماسية وخاصة إذا كانت للمملكة كذلك الأمر التزاما بمساء جامعة الدول العربية إنما تشعب الموضوع إلى أكثر من ذلك والاشتباك الإيراني السعودي والاشتباك الكبير في المنطقة أدخل أمور تانية لبنان أخذ قرار بسياسته الحكومية بالابتعاد عن هذه المشاكل وباعتماد سياسة الامتناع والنأي باللبنان عن هذه الأزمات وهذا يلي يمنى فيه من دون ما نعطل الإجماع العربي والتضامن العربي وقف التضامنية مع المملكة ولكن بإعطاء الأولوية لوحدتنا الوطنية ولوحدتنا الداخلية يلي تبقى الأهم لبنان بقرار مجلس الوزراء العرب امتنع عن التصويت ونقى بلبنان عن الأمر وفي البيان يلي ذكر حزب الله اللبناني وربطه بأعمال إرهابية طلبنا إزالته ولذلك اعترضنا على البيان إشارة إلى أن القرارة والبيان شهداش بها إجماع باستثناء لبنان في اعتراضه ونأيه بنفسه خلال الاجتماع الوزاري العربي غاب إعلام العرب لصالح الصحفيين المصريين تقرير أيضا للزميل ملك الشريف في اجتماع للعرب غاب إعلام العرب لصالح المصريين وحده ذك الصحفي الروسي غارق وسط الإعلاميين المصريين المشاركين في تغطية الجلسة إجماع العرب على الاجتماع طرح في أرويقة جامعة الدول العربية أسئلة لم تجد إجابات وافية ماذا بعد الإجماع؟ أين يصرف الاتفاق؟ اتفق العرب على أن يتفقوا في مواجهة إيران فكيف ستكون المواجهة بعد ورق البيانات؟ في حال وصلنا إلى إجماع عربي كيف يمكن أن يصرف هذا الإجماع؟ يصرف هذا الإجماع من خلال كل دولة بتطبق القرار كما تراها أن تجري اتصالات كل دولة حسب إذا كانت هناك دولة سين معينة لديها علاقات جيدة مع تهران أن تحس تهران على الالتزام بقواعد الشرعية الدولية بالاتفاقية في إينا هناك علاقات يجب مراعاة هناك علاقات حسني جوار الوزير الخارجي العراقي بنفسه قال هناك مشاركات بين الدول العربية وإيران يجب تعززها هناك علاقات بين الشعوب يجب الحرص عليها ولكن المس بمساعدة هذه المصالح يضر أمن دول المنطقة كبير العراق وعمان اللي هن دولتين على علاقة جيدة مع إيران شو ممكن يا عمروك؟ العراق وعمان دولتان يضف إليهم دولة ثالثة وهي الكويت مرشحي إلى أن يلعبوا دور الوساطة للتهدئة بين تهران وبين الرياض نظرا لما تتمتع به العراق من علاقات قوية مع تهران خصوصا بعد سقوط نظام صدام حسين والتواجد الإيراني الكامل سواء كان في الميدان أو بالقرار السياسي في الشأن الداخلي العراقي كل الأنظار إلى العراق وعمان إذن دولتان يعول عليهما في تقريب وجهات نظر تباعدت أكثر بعد اجتماع العرب وبيانهم الممهور بموافقة عراقية وعمانية أيضا إيران تؤكد أنها لن تسمح للسعودية بعقلة المحادثات السلمية لحل الأزمة السورية على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اجتمع المبغوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا في العصمة الإيرانية تهران التي يزورها رسميا مع وزير الخارجي الإيراني محمد جواز ظريف وبحثا معا في تطورات الملف السوري والوضع الإقليمي ونعكاسات التوتر الأخير بين تهران والرياض على الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية في خلال اللقاء اتهم ظريف مجددا السعودية باستعمال خلافها مع تهران للتأثير سلبا على محادثات السلام السورية واصفا سياسات الرياض الإقليمية بأنها مثيرة للتوتر وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح بأن تترك التوجهات السعودية المثيرة للتوتر أثرا سلبيا على تسوية الأزمة السورية ومحادثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع في سوريا وأن تتفاقم مشاكل الشعبين السوري واليمني وكذلك أوروبا بسبب هجرة المواطنين السوريين المظلومين إلى هناك ديمستورا بدوره أكد أنه يبذل جهود مكثفة للتوصل إلى قوائم موحدة للجماعات المغارضة المختلفة نظرا إلى تنوع الأطياف والمكونات الاجتماعية والسياسية والعرقية والدينية والمجتمع المدني والمحافظات ولفتا إلى أنه يعتبر دوما دور إيران في معالجة الأزمة السورية بأنه بناء وتأتي الزيارة ديمستورا إلى تهران في إطار جولة إقليمية شملت السعودية وسوريا ولبنان وقطر تمهيدا لاجتماع أطراف النزاع السوري المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في جينيف شهادات حية من مضايا السورية تصلت الضوء على واقع الحال في تلك المنطقة المحاصرة هنا أيضا مضايا السورية المحاصرة ناسها في هذه المشاهد لا يشبهون صور الهياكل العظمية التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة قياسية من مضايا المحاصرة التي أظهرت تقارير معاناة وجوع أهلها المحاصرين خرجت مقاطع فيديو أخرى جرى تناقلها وأيضا بسرعة قياسية وأظهرت وجود بعض من مؤن فيها وأن بنسب متفاوتة بين منطقة وأخرى وبأسعار متفاوتة أيضا ماذا اليوم؟ لو أي يوم تلتعاش لو أي يوم تلتعاش ماذا عبك رجال معونيك؟ ماذا عبك رجال معونيك؟ ماذا عبك رجال معونيك؟ ليس اليوم عشرة شهر عبك رجال والرز ويبيعوا بـ 80-90 وراء جماعة المعارضة وجماعة الترتلية والحرمية وكتر نهيك مثل 20 ألف عمي بيعون باكيت الدخار عمي بيعوه بـ 5,000 ليرة باكيت الدخار بـ 5,000 ليرة الشكلها طيب 5,000 ليرة اسمعت أبوك حكالك جدك حكالك شكلها طيب 5,000 ليرة ودبحوا أولادنا ودبحوا حرعوا سجرنا هن المعارضة اللي أمن تسببت لها السبب مقاطع الفيديو هذه تؤكد ما هو مؤكد إن لعبة الأطراف المتنازعة لا تتوقف عند حد ووقودها دوما المدنيون العزل أطفالا ونساء وعجز من هو الإرهابي أبو طلحة العنصر الأساس في تفجيري برج البراجنة الذي أوقفته قوى الأمن الداخلي خالد زين الدين سيف الدين المعروف بأبو طلحة أصبح في قبضة قوى الأمن الداخلي بعد أن ذهمته القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في شقة التي كان يختبئ فيها في القبة في ترابلس وهو العنصر الأساس في المجموعة الإرهابية التي نفذت تفجيري برج البراجنة وحاولت تنفيذ تفجيرات متزامنة في شمال خالد زين الدين من بلدة بيت الفأس في قضاء المني الضني في شمال وهو أحد أفراد الخلية الأساسيين التي كانت تقوم بتصنيع الأحزم الناسفة وتجهيزها لتسليمها للانتحاريين وتشير المعلومات إلى أن أبو طلحة مرتبط بأحد أمراء داعش في محافظة الرقة السورية وعمل سابقا مع خلية عصون في منطقة الضني شمالي لبنان التي تمكنت القوى الأمنية من تفكيكها منذ فترة طويلة وهو كان ينوي تنفيذ عملية أيضا في جبل محسن شمال البلاد بالتزامن مع تفجيري برج البراجنة كما أنه مرتبط بشكل أساسي بالإرهابيين إبراهيم الجمل وبلال البقار وجاء في بيان قوى الأمن أنه بعد المتابعة والرز الضغيقين قامت القوة الضاربة في شعبة المعلومات فجر الأحد بتنفيذ عملية نوعية في منطقة القبة في ترابلس وأدت إلى توقيف أبو طلحة وهو من موليد 86 والتحقيقات جارية معه بإشراف القضاء المختص ومع توقيف أبو طلحة تكون قد اكتملت دائرة الشبكة الإرهابية التي خططت لتفجيري البرج وكانت تخطط لتفجيرات أخرى هدفها زعزعة الأمن هل تجرى الانتخابات البلدية المقبلة في موعدها المحدد أم يكون مصيرها كمصير الانتخابات النيابية وتشهد التمديد الثاني لها تحقيق للزميلة حليمة طبيعة عام 1963 جرت آخر انتخابات للمجالس البلدية في لبنان قبل اندلاع الحرب الأهلية وكانت ولاية المجلس البلدي يومها أربع سنوات مدد لهذه المجالس للمرة الأولى عام 67 وكانت أبرز الأسباب الموجبة يومها قانون انتخابات سيء ومن ذلك التاريخ استمر تمديد السنوي للمجالس البلدية حتى عام 98 حين جرت أول انتخابات بلدية بعد الحرب الأهلية واتفاق الطائف عام 2010 أجريت الانتخابات البلدية في موعدها رغم مطالبة عدد من النواب بتأجيلها واليوم تسود الأجواء السياسية موجة توافق وتقارب بين القوى من الثامن والربع عشر من أذار حول ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد أي في أيار 2016 فهل تصدق الطبقة السياسية هذه المرة؟ يعني إذا بدنا نطبق الأنون مثل ما هو ضروري تحصل الانتخابات بموعدها على كل حال إجرائيا الانتخابات تدعى الهيئات الناخبة لقلها بقرار من وزير الدخلية مش بمرسوم مثل الانتخابات النيابية وأغلب الظن أنه وزير الدخلية رح يمارس وجباته وصلاحياته رح يدعي أنا ما بعتقد فيه مبرر للتمديد للبلديات أصلا ما كان فيه مبرر كافي للتمديد للمجلس النيابي ولكن حصل التمديد وهلأ ما فيه مبررات للبلديات وربما قد يحصل أنا أتمنى أن تكون فعلا القوى السياسية اللي عبرت عن رغبة بأنه ما تمدد للبلديات أنه تبقى صادقة بنواياها وتعبر عنها للآخر وبحال تم التوافق على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ما الذي يحول دون اتفاق القوى السياسية على إجراء انتخابات نيابية أقله فرعية في جزين لسيما أن قانون الانتخابات البلدية ليس أفضل بكثير من قانون الانتخابات النيابية إذا حصلت الانتخابات البلدية فالسؤال الأبرز اللي رح ينطرح ما زال قدرتوا تعملوا انتخابات بلدية يعني فلتوا على الضيع وعلى البلدات وعلى المدن بتفاصيلها الدقيقة ليه ما بتكون تعملوا انتخابات نيابية خليها تكون الانتخابات البلدية ما تخلى انتخابات نيابية فورية هل القوى السياسية كلها رح تكون صادقة بالنواية اللي عم تحكي عنها بأنه تروع على انتخابات بلدية أم أنه بالربع ساعة الأخير رح تجي تقول أنه مثل ما صار بالنيابية نعمل بالبلدية ومثل ما ما قدبنا نعمل انتخابات فرعية بالجزين ما نعمل انتخابات بلدية على مستوى لبنان كله وبحسب باروت فأن التمديد للمجالس البلدية لا يتم إلا بقانون صادر عن مجلس النواب وقد يكون غير دستوري أيضا وليس بقرار من وزير الداخلية ولا بتدبير من الحكومة فليجتمع المجلس النيابي الذي لا يجتمع لانتخاب رئيسا للجمهورية كما اجتمع للتمديد لنفسه مرتين فيمدد للمجالس البلدية حلم طبيعة قناة الجديد بعد الاعلان اتزفت مطلبهم أهلا بكم من جديد فرع المعلومات يعتقلوا شابين في صيدة بناء على طلب من المفتي سليم سوسان والسبب مشاركة تعليق على فيسبوك التعليق الذي يكتب حاليا يقول التالي دعا المفتي سليم سوسان لحملة تبرعات في مساجد صيدة مرتين خلال حرب غزة عام 2014 الأولى خلال شهر تموز والثانية في شهر أب وفي أربع أيلول 2014 سلم المفتي سوسان التبرعات المالية التي جمعت من مساجد صيدة خلال شهر أب وكانت بقيمة 56136 دولار وبحضور إعلامي ولم يسأل أحد عن التبرعات التي جمعت في المرة الأولى خلال شهر تموز والتي بلغت 66500 دولار ذلك لأن المفتي سوسان وضع المبلغ في حساب خاص باسمه واسم زوجته في شهر أب 2014 في بنك البركة في صيدة حذاري من مشاركة هذا التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي إذ قد يؤدي بك إلى الاعتقال من قبل فرع المعلومات فهذا ما حصل مع الشبين يوسف كليب ومحمد فناس في صيدة يوسف محمد لم يكتبات تعليق بل قام بمشاركته فقط على صفحتهما ولم تنضي ساعات على كتابته حتى بدأت التهديدات أزال يوسف محمد التعليق لكن فرع المعلومات قام باعتقالهما بناء على طلب من المفتي سوسان ولا يزالاني قيد الاعتقال حتى هذه الساعة إذا بدك تعتبره فينا نعتبره يعني إذا بدنا نكبر الموضوع نعتبره ادعاء على هذا المفتي اليوم لما يصير فيه ادعاء على هذا المفتي عم نحكي قانونياً وبالقنوات القضائية السليمة أنه اليوم هيدا الزلمة سأل شخص معين بمبلغ مالي فمفروض الأجهزة الأمنية تتحرع عن الموضوع هل صحيح أن المفتي سليم سوسان متورط بهذه الخبرية إذا مظبوط متورط للمفتي سليم سوسان يحاكم أو يجرم المفتي سليم سوسان إذا ليس مظبوط ويوسف يقدم بلغات كاذبة أو ينشر شار لبوست كاذبة على الفيسبوك نحنا كمان مع أنه يوسف يحاسب على هذا البوست اللي حطه قدام الرأي العام ولكن اللي صار أنه بدون تحرر بدون شيء أول ما نحط البوست على الفيسبوك وبطريقة مثل ما قلت لك طريقة غريبة كتير ومافيوية الأجهزة الأمنية أو فرع المعلومات بيطبوا على يوسف يوسف كان قاعد بمحل بمكان عام بيطبوا على يوسف وبطريقة يعني بيحاولوا أنهم هنه يدهلزوا عليه وبيخدوهم معهم يعني ما حتى يوسف ما حتى لاحق لا يحكي على التليفون ما لاحق يعمل شيء لا شيء يؤكد صحة المعلومة حول اختلاس سوسان لأموال التبرعات لكن الجرم المرتكب لا يتعضى القطح والذن في حال عدم ثبوت صحة المعلومة إذن لما يقدم فرع الأمنية على اعتقال شابين بناء على تعليق بالرغم من هيدا الشيء مع أنه شير البوست عن الفيسبوك وبرجع بكرر وبقول أنه هي مجرد بوست يعني لا أكتر ولا أقل يعني عملها شير عملها شير ولكن نحنا يعني اليوم نحنا ببلد ببلد بلبنان أنه نحنا نزعم أنه عندنا حرية التعبير عن الرأي هذا بالمظهر هاك ولكن بحسب هالممارسات وتاريخيا يعني من زمان لهلا في كتير ممارسات للأجهزة الأمنية وللدولة بتدل أنه هيدا الشيء مزيف نحنا إذا بدك تعتبره بنعتبره مختطف عن جهاز المعلومات يقول المثل لكل مقام مقال أو تعليق فيسبوكي ربما في صيدة بات المثل لكل مفتن فرع أمني أدم شمس الدين قناة الجديد موسم التزلج وصل إلى لبنان صورة تعكس وجه لبنان الجميل من أعالي كسروان وأخيرا وبعد تأجيل انفرضته الطبيعة افتتح موسم التزلج في لبنان في منطقة كفردبيان فاستعادت المنطقة الحياة التي تنتظرها في كل موسم خاصة مدربو التزلج وهم أبناء المنطقة فهذا الموسم كفيل بدفع مستحقات تحملها العائلات معها في انتظار بدء العمل على الحلبات هيدا الموضوع هيدا اعتماد وركيزي للمنطقة ولي اللي عم يتعلم لأنه هيدا يجي عمورسكي إذا ما في حد يعلمه رح يكون عم يتعذب كتير وراح يكون في ريسك وخطر عليه وهو اعتماد أساسي لكل مدرب وكان من المنطقة وبركة المنطقة أكيد مصدر رزق مئة بالمئة ونحنا مننتكل على السياحة الخارجية هلا اللبنانية خير وبركة بيكفونا بس الزيادة الخير خير خليني يشرفه وقل له العزموه المتزلجون جاءوا من جميع المناطق للبدء بنشاط موسمي ينتظرونه من سنة إلى أخرى سنوبورد أسهل بكتير من أين ناحية؟ لأنه السكي بدك كتير تكنيك وبدك تتعلميه عن زغار وبدك تعمل كتير براكتوس سنوبورد مرتين ثلاثة وسنوبورد بتطلع أين مكان هالعصفتان نطرينه جدا لازم يهدد تلج العمارس بتخيل وحتى البعض جاء ليستمتع مع أطفاله بالقارج التأس كتير حلو بجنن وجنع كتير مبسوطة هيدا أول مرة لأيها بالتلج كل العالم عم يونسكي مبسوطين والتأس بجنن نسألوا مدير العمليات في مركز لمزار التزلج عن الحلبات التي فتحت والمدة التي يتوقع أن تصلوا فيها التلوج عاطف خبرنا أداة فتحتوا أداة يعني البيستاتي اللي فتحتوها وأداة مكملين ألا فتحنا القسم يلي ما بيشكل خطورة على المتزلجين يعني فتحنا مناطق يلي فيها كسافة التلج مقبولة ومنحة وعا أطرافها ما في خطورة يعني إنو للناس إذا ظهروا إياه عم نشوفوا إنو التأس كتير مني تلج نوعية ممتازة بس نطلب من المتزلجين يلتزموا بالمدارج يلي نحنا فتحينا هيدون اللي عم نشوفون عاطف أف بيستو مكان خطر هلا إذا بتطلع إلى فوق تشوف الفليات كل اللي حطينا مع البيستور عكل 25 متر وقف واحد عم بينبه الناس ما ينزلوا عم بيبرموا ورا الجبل ويطلعوا ماشي وينزلوا بهيد المنطقة في صخور يعني مثل ما شايفين في صخور عيمين عالشميل وأثناء جولتنا صادفنا الفنان معين شريف الذي جاء ليتعلم التزلج بعد سنوات مقاطعة لأسباب مشروع إذا بيعلموا فوق الأربعين سنة بيعلموا كله بيتعلموا سكي أنت بتعلموا سكي؟ لا أنا حاولت مرة بسنة التسعين وراحت أجر هاك وأجر هاك ومن ساعة أحلفت وهلا شو جاي تعمل اليوم؟ بدي أرجح حاول بدي أرجح حاول مع المدرب اليوم هذا البيض اللي أنت شايفته هذا قلب الشعب اللبناني فينا نخلط شوية سياسي بالموضوع لا ما كتير ما كتير شوية هذا القلب الطاهر لها الشعب اللي بعده لحد هل عم يتحمل أرف الفساد السياسي إذن بدأ الموسم ومعه جاء الخير ليخيم على منطقة أعالي كسروان وأهلها وطال معه لبنانيين ينتظرون تساقط الثلج على هامش لقاءات في مكتبه في الهلالي مع شخصيات ووفود من صيدة والجوار أعلن الرئيس فؤاد السانيورة أن تيار المستقبل لا سيعود الحوار مع حزب الله في جلسة يوم الاثنين وأن الأمور التي سببت تشنجاً وتوتراً أخيراً ستكون مادة للبحث واضح شديد الوضوح في هذا الشأن وبالتالي عبرنا عن الموقف التيار المستقبل بموضوع الحوار يعني منذ أيام وموضوع المشاركة في الحوار هو كان موضوع تشاور كامل داخل التيار المستقبل وبالذات مع دولة الرئيس سعد الحريري وكان هناك تواصل مستمر بين الرئيس سعد الحريري وبين زملاء كثيرين والموقف هو أنه سيصار إلى معاودة التواصل في جلسة يوم الاثنين وهذه الجلسة ستكون مادة لبحث كل هذه الأمور التي استمعنا إليها وبالتالي كانت محور أسباب تشنج وتوتر وبالتالي يجب أن يكون هذه المادة هي مادة للبحث مع دائما التأكيد على أنه ليس هناك من مصلحة بأن ترتفع نبرة الخطاب السياسي وأن يصار إلى استعمال عبارات غير مقبولة وأيضا مفاهيم التي تتنكب لصيغة لبنان وللاتفاق الطائف في عظة قداس الأحد جدد البطرياركو المارونية بشارة بطل الصراعي دعوته الجماعة السياسية ولا سيما المسيحية للقيام بواجبها الأساسي بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية كبدخل لأعادة أحياء المجلس النيابي والحكومة متوقفا عند المأساة الإنسانية التي تفتك بأهالي مضايا السورية المحاصرة يكفي هدما وقتلا وتهجيرا من أجل مصالح اقتصادية وسياسية واستراتيجية وليخاف الله في عباده وإنه لمن العار اتخاذ المواطنين الآمنين دروعا بشرية وقتلهم والقضاء عليهم جوعا كما هو حاصل في مضايا والفوعة وكفرية وسواها لا يحق للمجتمع الدولي عدم الالتزام بكل قواه في إيصال المساعدات السريعة لهؤلاء الذين تضوعون جوعا وفي فرض وقف النار وإيقاف المدافع والقنابل وإيجاد حلول سياسية تبلغ إلى إحلال سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة بأسرها في زيارة إلى السعودية التقى رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان الرئيس سعد الحريري وجرى خلال اللقاء التركيز على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسعى وقت ممكن وقد أطلع الحريري الرئيس سليمان على الاتصالات والجهود المبذولة لهذا الهدف وكان سليمان قد اتشتمع بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة وقد شدد سليمان خلال اللقاء على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في مكافحة الأرهاب والعمل الدؤوب على تشفيف منابعه شاكرا لها دعمها الدائم للمؤسسات الدستورية والأمنية في لبنان ورأى أن سياسة الحوار والتروي وعدم التدخل في شؤون الدول هي أفضل الحلول لإرساء السلام بين كل المجتمعات والدول كذلك شكر سليمان المملكة على دعمها الدائم لتحييد لبنان عن صراعات المحاور أهل عكار يطالبون بتعبيد طرقهم أعتصم أهل بلدات الحوشب وحكر الحوشب والغزيل وسعدين ودارين وسرار مطالبين بتأهيل طرقهم وتعبيدها بعدها مراجعت عندي مع وزير الأشخار غزيل عيتل وعدنا ولكننا مرشو بوعدة وهلأ نحن ناطرين من سنة 2012 ناطرين لوعد وما عنا نواب بيعكار الله يصلحون الحمد لله رب العالمي الحمد لله ما عنا نواب لأنه ما منشوفهم إلا بالعزة بوجي بالعزة بس نحن معنا دولة أصلا ما في دولة وين الدولة هيدا ترون العالم الحميرة بديمشي لها نحن عايشين بمنسيين من لما خلقت أنا بتنوه ثمينين ما أجل سفلت عضيها أولادنا من يروع على المدارس ما درسي فجرها ما أكبصوا بالسيارة ما فيه يطع بالماء ونشهد الأهالي وزير الأشغال وكل المعنيين الالتفات إلى عكار وتأمين مطالبها المزمنة طلاب لبنانيون يخترعون حقيبة سفر ذكية تسهل أمر المسافرين ويفزون بجائزة أفضل اختراع للعام لم يعد هناك من حاجة لتلاحق حقيبة سفرك فقد أصبحت حقيبتك تلاحقك متبعة خطواتك في أي مطار في العالم هذا هو مضمون اختراع خمسة شبان لبنانيين لا تتجاوزوا أعمارهم الستة عشر ربيعا خرجوا بفكرتهم في أثناء تواجدهم في مطار دبي بعدما لاحظوا الجهد الذي يبذله المسافرون في جر أو حمل حقائب سفرهم فعادوا إلى لبنان لينفذوا الفكرة امترات لنا الفكرة أن نعمل لشان تبطر حقك لحالة لباحنا الجولد ميدل وكمان the title of the best invention of the year يعني كل الأعمار وهني كل الأعمار كان الأفريج كان شي 30 سنة ونحن عمرنا 16 سنة وربحنا the best invention وما عليك إلا أن تزود هاتفك ببرنامج هذه الآلة أو تضع سوارا في رجلك لترتاح من عناء حمل أمتعتك باختراع لبناني 100% نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية تطلق عمال التأهيل في المأوى الأرماني كاهل في برج حمود قامت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة للصلح الحميد وعشية عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمانية بزيارة إلى مأوى كاهل للمسنين في برج حمود حيث أطلقت أعمال التأهيل داخل المأوى وقد كان في استقبال الوزيرة الصلح مدير المأوى القص سيبوا تارزيان وبحضور المطران شاه بانوسيان ممثلا قداسة الكاثوليكوس أرامي الأول والقص رفي مصر اليان ممثلا رئيس اتحاد الكنائس الأرمانية الإنجلية في الشرق الأدنى والقص مكرديش كورا كوزيان وأمين عام حزب التشناق النائب أكوب باكرادونيا ورئيس بلدية برج حمود أنترانيك مصر اليان وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء من لجنتين الرجال والسيدات سيدتي قال ربنا يسوع كل ما فعلتموهما إخوتي هؤلاء الدعفاء فمعي تفعلونه وأنتم يا ابنتي الرئيس الشهيد رياض الصلح نعتز بحضوركم الكريم بيننا فذلك لأننا نشعر من خلالكم بالرحمة الإلهية المتجسدة بالعطاءات المتواصلة وبالوقوف إلى جانب إخوتنا المعزبين هي الطائفة الأرمانية تحتفل بيوم ميلاد السيد المسيح في يوم الظهور الإلهي الذي يشمل عمادة المسيح وزيارة المجوس بايعتم لبنان بقلبكم وهو بايعكم بعقله بعقلية 1943 أي بالمشاركة الحقة ألا وهي المساواة في الحقوق والواجبات كما أرادها الرئيس الشهيد رياض الصلح وليس بمشاركة اليوم مشاركة تقسيم المغانم حيث كسرت العبر وقل الاعتبار ولكنكم استرجعتم وطنا ونحن أضعنا وطن أيها الإخوة الأرمان لماذا لا تؤثرون على الزعماء المسيحيين من أجل وحدة القرار وأنتم الصوت المؤثر في انتخابهم وفي الختام إن ما زال أمام اللبنانيين من الطوائف الأخرى أن يتعلموا الكثير منكم وفي الطليعة التمسك بالقيام ليحيى قوم ويصمد وطن وتسلمت الوزيرة الصلح درعا تقديرية باسم المأوى الذي تأسس في العام 1923 مشاهدين ورد في التقرير عن توقيف الإرهابي أبو طلحة أنه من بلدة بيت الفقص الأمر الذي نفاه عدد من أبناء البلدة فاقتضى التوضيح في النشرة بعد الإعلان انتبهوا على أطفالكم من رعب الألفلام الكاتونية أهلا بكم من جديد صفحة أخبار دولية في هذا التقرير بطلب من إسبانيا ونيوزيلندا يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات المغلقة الأثنين المقبل لبحث الأوضاع في مضايا والفوعة وكفريا البلدات السورية المحاصرة التي تحاول منظمات إغاثية إدخال مساعدات إنسانية إليها ويشارك في الجلسة أعضاء المجلس الخمسة عشر ولكن لا يتوقع صدور أي قرار في ختامها يأتي الإعلان عن عقد هذه الجلسة بعيد تأكيد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلدات الثلاث المحاصرة لن يبدأ قبل الأحد بسبب التعقيدات التي تعتري هذه العملية أعلن المرسد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتل الغارة الجوية التي شنتها الطائرات الروسية على بلدة معارة النعمان ارتفع إلى سبعة وخمسين وإن الهدف كان مبنى يضم قاعة محكمة وسجنا تابعا لجبهة النصرة ومن بين القتلى ثلاثة وعشرون من أعضاء النصرة وثلاث نساء وطفل على الأقل وتقع بلدة معارة النعمان جنوب محافظة إدلب وتخضع لسيطرة الفصائل المقاتلة منذ نهاية العام 2012 بثت البحرية الأمريكية شريطا مصورا بالأبيض والأسود قالت إن مروحية أمريكية صورته ويظهر سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني تطلق صواريخ غير موجهة أواخر الشهر الفائد قرب سفل حربية من بينها حاملة الطائرات الأمريكية هاري أسترومن في ماضيكي هورموز إيران نفت إطلاق تلك الصواريخ وقال متحدث باسم الحرس الثوري إن هذا الاتهام الكاذب بمثابة حرب نفسية إلا أن البحرية الأمريكية أشارت إلى أن الصواريخ أطلقت داخل ممر لحركة الملاحة البحرية معترف به دوليا أثناء عبور سفن مضيق هورموز متجهة إلى الخليج أرسلت الولايات المتحدة طائرة قاضفة من طراز بي 52 في طلعة جوية منخفضة الارتفاع فوق أراض حليفتها كوريا الجنوبية في استعراض للقوة في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية الأربعاء الماضي وقال الجيش الأمريكي في بيان إن الطائرتين مقاتلتين انضمتا للطائرة بي 52 إحدهما أمريكية والأخرى كوريا جنوبية وأوضح قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أن الرحلة تظهر قوة التحالف وإمكانياته طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة دونالد ترامب بالاعتذار بعدما طرد أفراد الأمن إمرأة مسلمة شاركت في احتجاج صامت من تجمع انتخابي مؤيد له في ولاية ساوث كارولينا كما أطلق الحضرون ضدها صيحات استهجان وقال المدير التنفيذي للمجلس نهاد عوض صورة امرأة مسلمة تتعرض للإهانة وتطرد من تجمع سياسي تبعث برسائل مخيفة للمسلمين الأمريكيين ولكل من يقدروا لتقاليد أمتنا في التنوع الديدي والمشاركة المدنية وذكرت سي أن 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 روز حامد وهي مضيفة جوية في السادسة والخمسين وقفت في المدرج وراء ترامب مباشرة حين أشار إلى أن لاجئين السوريين ممن فروا من العنف في بلدهم على صلة بمتشدد داعش بعض أفلام الكرتون تحول أحلام أطفالكم إلى كوابي استقرروا للزميل شادي خليفة لساعة طويلة يتسمر أولادكم أمام شاشات التلفزيون ليشاهدوا أفلام الكرتون وبالكم مطمئن إلى أنهم في أمان يتسلون ويستفيدون مما يشاهدونه ولكنكم لا تعلمون أنكم تسلمون أولادكم لصناع أفلام يزرعون الرعب في لوعي أطفالكم من خلال مشاهد لا يجدر بهم رؤيتها موقع رولينغستون أورد المشاهد الأكثر رعباً في تاريخ أفلام الأطفال والتي شكلت محور كوابيسهم ليلاً والبداية تعود إلى عام 1939 إذ يبدو أن مشاهد إضرام النار بالآخرين ليست جديدة عند داعش بل بدأت بأفلام الكرتون حين ذاك في فيلم The Wizard of Oz هذا عدا مشاهد القردة التي تطير وتتالت المشاهد المخيفة في الأربعينيات مع فيلم فانتازيا ومشاهد الوطويد السوداء مع العيون الصفراء المخيفة ومشاهد النار وكأنها جهنم واستمر الخوف في مشاهد أفلام الأطفال منها مشاهد بوترايد من فيلم ويلي وانكا وعام 1978 كان مشهد الدماء في فيلم Watership Down وبعدها بست سنوات كان فيلم Gremlins ومشهد عراك في المطبخ فيه أيضاً دماء وقتل ومشاهد لا تليق بطفل أن يراها وصورة الجدة الطيبة في ذهن الصغار قد تكون مرعبة في الأفلام المخصصة لهم كما نرى في فيلم P.W's Big Adventures عام 1985 ودهس شخص بات أمراً ملحوظاً في الأفلام بعد هذا المشهد من فيلم Framed Roger Rabbit عام 1988 ومن أبرز الأفلام للصغار The Little Mermaid وفيه مشاهد محاولة تخلص من الحرية أقل ما يقال عنها بالنسبة إلى الصغار بأنها مخيفة وسؤال بسيط أليس مشهد Behind the Mask من فيلم The Witches مرعب؟ ونكمل مع الفيلم الشهير Toy Story والعنف الذي يمارسه الصبيب حق ألعابه وما قد يولده هذا في ذهن الطفل المشاهد أما سلسلة هاري بوتر التي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة فهي لا تخلو من مشاهد بين القبور وعظام ورعب لا يتحمله الكبار فكيف الصغار؟ هذا عدى الرسم المخيف لشخصيات وأبطال بعض الأفلام منها في فيلم كورالاين وغيرها ومن هنا بات عليكم التأكد من أفلام الكرتون وما تحتويه من مواد قبل تسليم أولادكم لها لساعات وساعات كان في النشرة وزراء الخارجية العرب دانوا الاستفزازات الإيرانية وتدخل حزب الله في البحرين من حل المواقف بتاعت الدول كان هناك دعم كامل لموقف المملكة العربية السعودية وبسيلي اعترض اللي ذكر حزب الله اللبناني وربطوا بأعمال إرهابية طلبنا إزالته ولذلك اعترضنا على البين شهادات من داخل مضايا طرعوا معقونة تبقتنا وفاتوا طربونا وقعدوا معقونة المعلومات تقبض على العقل المدبر لتفجيري البرج فرعوا المعلومات في خدمة المفتي سوسان نحن إذا بدك تعتبره نعتبره مختطط عن جهاز المعلومات هل تسير الانتخابات النيابية على خطة بلدية؟ خليها تكون الانتخابات البلدية ما تخلى الانتخابات النيابية فورية وكان في النشرة كفرد بيان تفتتح موسمة تزلج وراح تأجر هاك وأجر هاك ومن ساعات أحلفت نعود ونلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند الحادية عشر والنصف شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بأمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة